أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية كالعادة إذن اليوم باش نشوف مواضيع عديدة منها التبوبي قال السلطة تمرر خياراتها الاقتصادية الموجعة بالتضييق على الاتحاد ذي الخبر الأول والخبر الثاني إذن برلماني يكشف تفاصيل مبادرة عفو عام في قضايا السكوك بلا رصيد والموضوع الثالث المحامية دليلة مصدقة هذا ما حدث لها وكذلك باش نشوف شنو قال عبدالتيف المكي على الرئاسة رئاسة الحكومة والرئيس قيس سعيد باش نمر للخبر الأول إذن قال أمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نوردين تبوبي اليوم أنه أي سلطة عندما يشتد بها الخناق وتتورط في الفشل في تسيير الشأن العام تسعى إلى التضييق على المنظمة والتنكيل بمسؤوليها بهدف تسهيل تمرير خياراتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والموجعة والتي ستزيد في بؤس فئات واسعة من الشعب التونسي وأشار التبوبي خلال أشرافها على المؤتمر العادي للجامعة العامة للشباب والطفولة المنعقد اليوم إلى نظالات المنظمة الشغيلة منذ الثورة المدافعة عن العمومية ودمومة المؤسسات وتعديل القدرة الشرائية للشغالين والاستحقاقات الاجتماعية للشعب التونسي والمحاربة لآليات التشغيل الهش وإدماج عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية هنا نحب نفتح قوس صغير أنا حسب ما لاحظته في متابعتي للتبوبي أنه اللي يقوله الرئيس قيس سعيد أنه يعني بش يعملوا وعلى خطر الرئيس هو اللي تحدث على المناولة وعلى عمال المناولة وكذلك قال أنه بش يضع حد لهذا الموضوع اليوم سي التبوبي كذلك حكاء بريسك تكرار ببغاء ليقوله الرئيس أو كيقوله لكن هذي لا يعني كيفاش يقوله فيها معروف يعني شنو وين يحب يوصل للتبوبي نكمل لكم إذن واعتبر أن الحكومة سعت إلى غض النظر عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الغرض مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة كانت ومتزال قوة الاقتراحات وبدائل في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وجدد التبوبي التأكيد أن المنظمة الشغيلة تتمسك بالحوار وأن أيديها دائما ممدودة للخوض في كل القضايا والملفات الوطنية الحارقة شرط أن يكون هذا الحوار جادا ومسؤولا وبناء لفض النزاعات الشغلية وتكون مخرجات ملزمة للدولة من أجل أنقاذها وأشار إلى أن السلطة تتجاهل الاتفاقيات وتعهداتها وتتهرب من الحوار الاجتماعي بل تقوم بكل شيء لضربها وتعطيلها والتضييق عن المنظمة واستهداف نقبيها بتلفيق القضايا المفبركة ضدهم وسجنهم وعزلهم من عملهم وتجويعهم في ذل وضع معيشي رضيء واهتراء للقدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية وبلغ الوضع الاقتصادي مستويات غير مسبوقة نتيجة لسياسات قيس سعيد التي أثبتت فشلها وأكد التبوبي أن المنظمة لا تدافع عن أي كان تورد في قضايا الفساد وأنها مع قضاء مستقل ليكون أداة طيعة في يد قيس سعيد وفقا لمصالحها الضيقة وموضحا أن الاتحاد كله استعد للدفاع عن نقبيه وعن الحق النقابي هذا اللي قالوا التبوبي نمر للموضوع الثاني إذن برلماني يكشف تفاصيل مبادرة عفو عامة في قضايا السكوك بلا رصيدة أفاد النقاب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق اليوم أنه مجموعة من النواب تقدمت مبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال السكوك بلا رصيد وأوضح الصديق أن البرلمان يسعى إلى تنقيح المجلة التجارية مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحركات أو تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها ووفق الصديق تتضمن المبادرة ثلاث فصول حيث يحدد الفصل الأول للمنتفعين بالعفو أي كل من أصدر سكا بلا رصيد أو أعترض عن سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحر رت في شأن شهادة في عدم السداد قبل 21 جامع في 2024 إذن نمر للموضوع الموالي المحامية دليل مصدق أعلن عضو لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين أن المحامية دليل مصدق بن مبارك الدخول في إضراب جوع وحشي اليوم ويأتي قرار المحامية احتجاجا على الحكم بالسجن ستة أشهر على شقيقها السجين السياسي جوهر بن مبارك على المعنى المرسوم 54 وحسب التفاصيل المتوفرة لدى بوابة الأخبار فإن لجنة الدفاع عن مبارك كانت قد قدمت وسط الأسبوع الجاري بطلب لتأخير جلسة المحاكمة نظرا إلى تدهور وضعه الصحي وصعوب التنقلها من السجن إلى المحكمة باعتبار خوضها إذرابا عن الطعام وعلى الرغم من موافقة قضية المحكمة عن الطلب إلا أن النيابة العمومية رفضت الطلب ليصدر الحكم بحق جوهر بن مبارك بالسجن وأحيل بن مبارك على المحكمة بعد شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى المرسوم 54 ويقوم أعضاء هيئة الدفاع عائلات المساجين السياسيين حاليا بمساعن لأثناء دليل مصدق عن قرار إضراب الجوع ودخلت عائلات المساجين السياسيين في اعتصام بمقر الحزب الجمهوري على أن تنظم مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة للمطالبة بإطلاق الصراحة الملحقين في قضية التآمر إذن عبدالتيف الموضوع آخر ذلك الموضوع الموالي عبدالتيف المكي قال توحيد المعارضة خلف مرشح لرئاسيات ممكن ولا لشخصية مستقلة إذن في حوار شامل المكي يتحدث عن الأزمتين السياسية والاقتصادية والانتخابات الرئاسية المرتقبة ومن تجربة النظال والمسؤوليات الحكومية صلب حركة النهضة حسب قولها إلى تأسيس حزب جديد تجربة سياسية تعددت محطاتها واختلفت تفاصيلها منذ المرحلة الطلابية مرورا بالثورة التونسية وصولا إلى الإرهاصات العميقة التي أعقبت 25 جولي 2021 الحوار هذه المرة مع دكتور عبداللطيف المكي لم يكن كسابقيه فالجنرال كما يطلق عليه التونسيون يقود اليوم مشروعا سياسيا اختمرت طروحتها وإطارها الحزبي ليتحول إلى واقع فاعل يسعى إلى طرح تصور مغاير العمل الحزبي في تونس وتقديم بديل سياسي ممكن في خضم نقاشات متصاعدة في الساحة الوطنية عن الانتخابات الرئاسية ومصار الأزمة السياسية ومستقبل أجسام الوسيطية يعقد حزب العمال والإنجاز مؤتمر الأول بعد تأسيسها قبل سنة ونصف كيف تقييم العمل المنجز على المستوى السياسي والحزبي وحضوركم في المشهد قال نحن وحزب فني هدفنا تقديم عرض سياسي جديد للتونسيين بناء على الاستخلاص الدروس من المرحلة السابقة وللأسف فإن حراكنا النظالي منذ التأسيس كان نظالا سلبيا في معظمه للتصدي للانتهاكات حقوق والحريات وتجاوز الدستور التي أعقبت الانقلاب إذن هذا اللي قاله عبد التف المكي وصلنا هكذا الآخر الفيديو متاعنا شكرا على المتابعة والاهتمام لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة دمت في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء